السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر سنوات مشددة للمتهمين بسحل معلمة وصرقة حقيبتها في الشرقية ايه قصة؟ محكمة جناية النهاردة اللي وزق ازيق النهاردة في محافظة الشرقية عقبت متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات لاتهمها بسحل معلمة وصرقة حقيبة يدها بدقيرة قسم شرطة فاوز المحكمة كانت برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاو رئاسة المحكمة المحدث كلها كانت بسبب الاتهام المباشر واختار مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من المجن عليها أسماء 34 عام مدرسة مقيمة بدقيرة مركز شرطة أبو كبير بتتهم في شخصين مجهولين هوية بالاعتداء عليها وسرقة حقيبة تالها وسحلها وده طبعا بعد التحريات وبدأ يمسكوا المتهمين وتواصل التحريات إلى صحة الواقع المبين في البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد 21 عام نجار ومقيم مديرات مركز شرطة أبو كبير وتبين أنهما الاتنين تم القبض عليهم بالدرجة النارية وحال سرهم في الطريق العام وفعلا تم ضبط المتهم الأول بالعرض على جهاز التحقيق في قسم الشرطة قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنات التي تأثيرت حكمها النهاردة بالسجن المشدد عشر سنوات كان معكم أسامرز مؤسس أجيال أندلوس